كنت مستشارة رئيس الحزب حزب الإتحاد من الجمهورية دائرة الحساسية السياسية هي الطرف الثاني السياسي داخل الحزب مقاطعة مرطة العجاب وتفاجئت بأنني علقت على أحداث وطنية تتعلق بتسريبات وعدلها نائب ومستشار الرئيس علقت إليها تعليق أي حد غير الوطن لأنه يخاف عليهم العودة المربعة الأول ويخاف عليهم التميع والتحقيقات المحول فيها وهذه القضائر والتنمية الموحولة ماشي بها رئيس الجمهورية وتفاجئت بأنني أتخذ قرار بإقالتي وبما حتى لا ما فتعرفت السبب مزلت متمسك بوضعيتي كممتسب الحزب وعلى كل حال وضعيتنا كجماعة سياسية مزلت بحالته وهذا قرار سيادة للرئيس يتأخذوا يقال ظاهر لي على أن الحزب كيف سلطة يعاني مجموعة من الأمور مجموعة السياسيين المؤدلجين الإنجولوجيا التقليدية العتيقة أصلاً اللي عند الناس معها تجربة والله ما حظوها في تسيير الشيئين العام وبالتالي ظاهر لأني يأتي تخلق تنقيع لمستوى قيادات تنفيذية للبلد وقيادات حزبية وبالتالي هذا بالنسبة لي قرار تقبله بصد الرحب ولكن في نفس الوقت أراعي لأنه يجعلنا أمام وضعية تستدعى المراجعة وضعية الحزب نعرف الرئيس الجمهورية أنه ماشي بخطوات حزيثة من جل تنمية البلد نعرف أن الدول العامية قدروا تحاول على كل المستويات على أنه يتعرقل إياك تطبق أجند التالي كانت موجودة ولاني جعل محد قبيل الكتب أعلن التسريبات تكلمت بصراحة على أنه خلق على أنه خلق التغيير للمحاضر يسوك أخلقت ويسوك أخلقت قالت في طريقة صريحة والله قالت على أنه فيم وساطة إياك شخص معين ينقل أعمل من التحقيقات البرلمانية والله تتكلم على أنه على تبني للسلطة على أن السلطة ضعيفة على أن السلطة التنفيذية محتاجة للدعم والأن هذا حد قاله قالنا عن الموريتاني على أنها محتاجة على أنها تبع عدد نوع من الوجه لمتبني السلطة وقريب منها إياك على أنه يخدم أجنده ما أنا شاك أن هذا قبيل ياضي يتأخذ به القرار على كل حال أنها متقبل القرار ومزات حزبي وجماعة حزبية يقارب في نفس الوقت هذا القرار في الحقيقة ما هو ما هو في الاتجاه اليالي يخدم تطور ويخدم تغيير واقع البلد